طب لو احنا هنتكلم عن الامهات ليه مامتها تقول لها الجرائي عليه وبعدك هتسبها؟ يعني انت راح بتديني النصيحة حاجة وتتجري اه معاولة حاجة احنا مش كنا مع بعض من مشواصل اه فعلا يعني ايه تعييت قوليلي زعائيل وعمليله وفي الاخر تسيبيني مش هتيا ما بتنصحيني اه اقول لحضرتك ليه لانها توقعت رد فعلا ان هو هيخاف هو ما خافش فرح يترمي اتوبتهم مامر بننبا ولعب لقت الموضوع هتعرف قربيزي يبقى ايه خليك معارض طيق ده كويس وبعدين هو ده جوزك والكلام ده كله وبيحصل بيحصل في اولياء امور كتير بيجي داخل داخل جامدة ونعمل لقى ان الزوج بيلاقى ان هو ما خافش فهنا تراجع وهنا كان لازم ان انا بقول لحضرتك هم الامهات والابهات بيتعاملوا بالساجية وبالخبرات بتاعتهم السابقة اللي اصبحت مختلفة او خبراتهم دي بتمشيش في العصر الحالي اه انا مش اسأل حضرتك سؤال اه يعني اه او لا السؤال ده دي احصائيه عملت انا وتنزميلي طيب 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 لا بكله جد يعني من كتر ببقيت اشوف خلاص بقى 15 سنة في الشغلانة دي فبقيت اشوف وعد اتفرج على المجتمع كده اكيد بنقابل حالات وبشوف في برنامجي في الراديو وفي التلفزيون بشوف الحالات دي كلها ليه الراجل بيعمل الف حساب للستة اللي وراها عائلة اي راجل بس دي او لا اه لا وبقى في دي هقولك مش هعمم برضو بس هديك 90% من الرجالة اللي الستات وراهم عائلات بيفكر ألف مر قبل ما اعمل حاجة ودايما الراجل يحب يبقين شكله حلو قوي في عمينا قوي تخيل يا عمي تخيل يا انكل هي متعصبة كده ما عملت لاش حاجة ده انا حب يعمل ملاك ليه؟ ما هو طبيعي يا حضرتك ان عرض انا داخل اتخانق مع ناس لقيت قدامي عشر اشخاصها خاف وتراجع غير لما اتخانق مع واحد لوحده فهو شايف ان المراته لأ مش مش مهيضة الجناح زي ما كان لا اي مكسورة الجناح لا انا مش لوحدة اي هجيب لك بابا دلوقتي بس احيانا لما بنزودها فهجيب لك بابا هجيب لك اخويا الانسان اللي قدامنا بي مجي بيهم ده لما يكون في الاول بيخيق بعد كي يقولك تم توريني اعملوا ايه؟ زي ما محمدها قلت لها اهل اي امو اهل عشان شايفة ان اهلها يعني سايبينها ومش اخويا معاها انما من الاول زي ما هي قالت لو ابوها كان يقدر يقفلوا من الاول كان لازم توريه هذا الامر بحيث ان هو يعتاد على كده ويعمل له الف حسنين ايه بقى التدخل الطبيعي عشان لما يحصل مشكلة الاهل بيدخلوا الاني بعضي انا ام تحكي الاهلي وامتا ما حكيش اي حاجة فيها وامتا هددوا والله لا او ما اقول لهم امتا هعمل كده الخلافات الزوجية الطبيعية اللي انت ارجعت واتأخرت وعملت ده مش محتاج ان انا ادخل فيه اهلي ليه منا ممكن اتكلم اهلي وافتح لهم فيديو كل يا جماعة بصوا يا جماعة بيه الساعة 2 بالليلة وداخل اهلا حبيبي مرحب ببيت نور سلاموا عليكم لا مش ممكن استفززوا كده عشان يتغير ما ده استفزز بس سألك ان انا بتكلم على التدخلات حركة اللي طلبتها اه او سألت يا انا هي التدخلات في الحياة لما تكون العملية بقى اصبحت كبيرة يعني الضرب ده اساسي لازم الاهل يتدخلوا من اول الضرب احنا شفنا يا سيد سالي ان الضرب للوقتي فيه جرائم اوسرية بتاقى طبعا يا دكتور بيوصل لعنف اه بيوصل لعنف ليه بيقولوا ان لو اتضربت مرة لازم تاخدي اصدها طلقة انا سمعت الكلام ده شعبي اه يعني ضربت مرة مفيش رجعة اللي بعد ما يتعلم بطلقة ده بجد مش لازم يتعلم ليه يتعلم ان هو يعرف ان ما هو ينتطلق يعني طلع على طول يعني يبقى فيه فراء يعني فيه وقف دي ما بيقولك كده كويس كلمة دي فيه وقف انا النهاردة هدخل اهلي بقى لما حصل لهذا الام وهروح لأهلي وقولهم انا ضربت منه ومش هرجع له غير لما ييجي ويعتذر هو هل اللي اعتذر كفاية اللي اعتذر ما بيبقاش بقى بكلمة انا اسف في حبيبتي وبتاع ايه بخلي بابايا مدي ايدو علي زي ما مديدو علي لا مش مدي ايدو بس هيتكلم معاه كلام يعني كلام قوي وقوله ده ما ينفعش يحصل مع بنتي وبنتي لو اتعامل معاها كده تاني انا ااخد حقا يعني يردعه بمعنى الصحة مش عايزة اقول يخوفه انما اقول يردعه لانه هو استحق هذا الامر لانه هو مدي ايدو على الزوجة وضربه زي ما بيقول لحضراتك وضرب عن ضرب يفرق يا دكتور طبعا انا مثلا ممكن نعدي زقة خب فتح الباب فيها قصده انه يخبطني اه طبعا انه هو خبطني جمد عشان يبطل لكن انه هو مثلا يمسك شعرها ويجرها في الارض ده حوار انه يقول لها روحات الجزمة ويعملي مش عارف يضرابي نفسك بيها ده حوار في حاجات وحاجات ممكن حاجات نعديها وحاجات لا ده اصبح بيتخانم مع واحدة في الشارع ده حتى واحدة في الشارع هيخاف يتخانم معاك فبالتالي عشان كده لازم يتدخل الاهل في حاجة زي كده الخيانة انه هو مثلا عمل مثلا حاجة زي محارف بتقولي على طول بقى دائم مثلا التأخير الساعة خمسة صباحا والساعة اربعة صباحا وما بيسايب البيت طول الوقت في حاجات برضو بعض الامور ازا احنا بنقولها انه هو موصوله في البيت ما بيدفعوش وهو مقتدر ومعاه بيجيب لنفسه ما يجيب لهاش وما يجيبش العيل رغم انه هو يستطيع طبعا المخدرات والكحليات والكلام فيه امور لازم يتدخلوا فيها ما ينفع عشاء اقول لا احسان انا ما اقولش الاهل احسان تكبر ما هي كبرت ما هي اصبحت كبيرة في الوقت الحالي فلازم انه هما يرواء وكتير اوي تدخل الاهل بيرضع الزوجه بيخليه انه هو يعرف يتعامل بعد كده بالحسنة مع زوجته